السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج التحليل المالي. النهاردة يمكن بنتكلم على جزء مختلف من التحليل المالي. تكلمنا يمكن في الحالات السابقة على تاريخ التحليل المالي منذ بداية الخليقة. ولكن النهاردة بنتكلم على النظام الجديد بتاعه. النظام الحديث اللي احنا بنعرفه في يومنا هذا. وهو نظام ده القطاع اللي احنا شغالين فيه. ممكن احنا كلنا عارفين البنوك التجارية. او بنسميها الكميرشال بانكس. الكميرشال بانكس دي اللي احنا بتعامل بها بصورة يومية تقريبا. اه بنكون ناخد فيها بنحط فيها او بناخد منها والبنوك دي في الاخر بتاستسمر فلوسها في الاقتصاد القومي بتاعنا بتاع الدولة. اه يمكن برضو في حلقات اه تانية ان شاء الله هنتكلم على زي نقيم هزي البنوك. ولكن النهاردة بنتكلم على نوع اخر من البنوك وهو بانك الاستثمار. ممكن كلمة بانك. كلمة يمكن تلغبة شوية. هو هنا ما فيش حد بيحط فلوس وياخد فلوس. هو اسمه بانك الاستثمار او بنك بيقدم او مؤسسة بتقدم خدمات بنوك الاستثمار. وده كان في استثمار فيها ولكن الاستثمار مش عادة مش بيجي من مساهمة هذا البنك. ولكن بيجي عن طريق ان هو البنك دوت ما هو الا وسيط ما بين اه اتنين من المجموعة المجموعات اللي قلنا هو ده البنك بتاعنا اهو. عندنا هنا وهنا. هنا عندنا الكابتال بروفايدرز. كابتال بروفايدرز. هما الناس اللي بيحط بيديونا رؤوس الاموال. بيديو الانبسام بنك رؤوس الاموال. وفي الاخر عرشان يروح لي كابتال يوزرز. هما مستخدمي هزا الكابتال. طيب. بنك الاستثمار دوت ممكن يبقى نوع بيقدم يعني بنك متكامل بيقدم كل خدمات بنوك الاستثمار او بيبقى او بارعا شركة واحدة بتقدم نوعه احد فقط او خدمة واحدة من اه خدمات الاستثمار. طيب ايه هي خدمات الاستثمار المختلفة? هما متعددين. ولكن حاولت هنا انا نخليهم نتكلم على خمسة منهم. اول واحدة. نتكلم على بروكريج وهي السمسرة. والسمسرة نتكلم هنا على او اوراق المالية المتاحة للعامة. تاني حاجة نتكلم على الاست مانجمينت. الاست مانجمينت هنا يمكن معناها طبعا بالعربي ادارة الاصول ولكن لها اسم اخر وهو انبسمنت مانجمينت او ادارة الاستثمار. الجزء التالت او اللاين او بيزنس التالت. نتكلم على انبسمنت بانكينج. وده خدمات مش بنوك الاستثمار بصفة عامة ولكن هي بسميها خدمات سيرافة الاستثمارية. او الاستثمار الغير بانكي. اه بيعمل ايه بالزبط? هو بيعمل اه بيوفق زي ما قلت شركات ما بينها بان بعض او بيساعة الشركات ويبقى يعتبر كاينه ادفايزر والليها مسامة اخر هو او بيسميها ساعة ام ايه. وانا هنكلم على كل حلقة طبعا جاية الحلقة القادمة ان شاء الله على كل اه خدمة الخدمات الخمسة دولة اه اه بالتفصيل اكتر. عندنا طبعا هنا الرابع حاجة ريسيرتش او قسم الابحاث. ودوت اللي عادة بيبتدي فيه الفاينانشل الاناليست. الفاينانشل الاناليست بيبتدي مين لي هنا. بعد كده بيشوف حيتكمل في اني اتجاه بعد كده في اني بروكريج والاسيت معجمات ونبس من بانكين ونبس من بايفت ايكوتي. طب ايه الخامس? لو البيبت ايكوتي. البيبت ايكوتي زي ما اتكلمنا في الاول في السمسرة. متكلمنا هنا. عندنا هنا برايفت ايكوتي. هنا احنا قلنا في السمسرة. اه من التداول في اوراق مالية متاحة للعامة زي السندات والاسهم. ولكن هنا في برايفت ايكوتي بنتكلم على الشركات مغلقة. من هنا جات كلمة برايفت وايكوتي اللي هي الشركات. طيب كل واحدة دولك ديها تفصيل مختلف. هنتكلم على كل واحدة منهم التفصيل في الحلقة القادمة ان شاء الله. عشان نعرف دور كل واحدة منهم في الانبسمنت بانكينج ادوستري. شكرا لكم جزيلا. نتوقع على خير في الحلقة القادمة ان شاء الله.